اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة البناء ادمين اللي في حياتنا ما بيجوش من عند الترزي ما فيش حد في الدنيا يقدر يفصل الطرف الاخر على المقاس اللي في دماغه وبالمواصفات اللي هو بيحبها ولكن علينا ان احنا نتقبل الاخر طالما حبناه وارضينا انه هو يكون موجود في حياتنا نتقبله بكل ما فيه علشان ما يجيش يوم من الايام ونغلط غلطة بطلة حلقة النهاردة بتمتدي الحكاية بقصة زواج عادية جدا ولكن من طرف الزوجة كانت اكثر سعادة وكانت فرحة كبيرة جدا لانه الشخص اللي تقدم لها شخص كانت تعرفه قبل الجواز كان موجود في نفس الحي ونفس المنطقة ولكنه كان بيتمتع بشعبية كبيرة جدا لانه وسيم وطويل وشكله حلوة وراجل موفق في شغله جدا وجيه اليوم الايام اللي هو اتجوزها علشان هي رغم انها متوسطة الجمال على حد تعبيرها الا انه بيقول لها دايما ان انا بحب فيك جمال روحك بحب المرح اللي انت فيه بحب ابتسامتك بحب ادبك واخلاقك وسمعتك الطيبة اتجوزت بطلة الحلقة وبعد شهر واثنين وتلاتة من الانبهار وحالة الدهشة وحالة الشغف اللي كانت مالياها تجاه الشخص ده الى حالة من الملل وحالة من التمرد ليه؟ لان هي بتقول اكتشفت بعد فترة انه نموذج الراجل ده مش شبهي مش زي انا طول الوقت بحب اضحك وبحب اهزر وبحب اخد ودي في الكلام بحب الافشة والنكتة بحب الحكايات وبحب الرغي الكتير ولكن على النقيد تماما طول ما الراجل ده قاعد في البيت ما بيفكرش غير في شغله بس دايما لما يحب وقت طرفيه يفتح على افلام امريكية او افلام اجنبية ويبتدي يشوف افلام اكشن يبتدي يتفرج على افلام اجتماعية جادة جدا او افلام يعني فيها نبرة الحزن ونبرة المشاكل ونبرة الحاجات اللي هي ما بتحبهاش هي دايما تميل للمسرحيات والكوميدي والحاجات دي طيب هذا الاختلاف الكبير جدا قدى بنا الى تصرف من اتجاه الزوجة تصرف في الحقيقة كان غلط بنسبة مليار في المية وهو فكرة البحث عن شخص على مقاس اللي في دماغها شخص بالمواصفات اللي في دماغها ولم تحترم للحظة معينة الراجل اللي موجود في حياتها ايه اللي حصل في زميل ليها في الشغل الراجل ده كان موجود معاها وقت طويل التمن ساعات اللي بتقضيهم في الشركة اللي هي بتشتغل فيها كان دايما ياخد ويد معاها يهزر معاها فيه افشات فيه دحك دايما يقول لها كلام لطيف دايما يجيب نكت ويحكيها لها دايما لما هي تحاول تنكت وتحاول تهزر كان يعني يبدو انه هو منبهر جدا ويبدو انه هو مندهش جدا لطريقتها اللطيفة جدا وانها استثناء بصراحة ما بين الستات بدأ يبقى فيه منقشة بدأ يبقى فيه لينك موجود بدأ يبقى فيه محادثات فيما بعد الشغل علم طريق الواتساب وعن طريق الدردشات الموضوع تطور بعد فترة زي ما هي بتحكي الى كلام عن الخصوصيات تطور الموضوع من امور شخصية الى امور في العواطف وامور في الصفات الجميلة في كل واحد وكلمتين لطاف من هنا وانضحرج شوية حنية وشوية اعجاب من هنا لغاية ما بدأنا نزهق من الراجل الجاد اللي فاتح بيته بشكل كويس جدا اللي حبنا ودخلنا حياته علشان احنا لطاف ودمنا خفيف رغم ان احنا متوسطين الجمال بالمقارنة بظاهره وهو الا انه استيدي سابت ده كله وراحت لزاملها تطور الموضوع مع زاملها الى كلام ما ينفعش انه يتقال سبنا موضوع الروحانيات وسبنا موضوع الكوميديا والمواصفات النفسية والشخصية وروحنا بعد كده للمواصفات الجسدية وبعد المواصفات الجسدية للممارسات وإيه اللي بيحب وإيه اللي ما بيحبش وإيه الكذا طب انت مبسوطة معا ولا لأ دانا نفسي لا دانا نفسي لكلمتين من دول الراجل في يوم من الأيام وبشكل عادي جدا بيمسك موبايل الهانم الكوميديانة اللطيفة جدا وإذا بيه بيصطدم بهذه المحادثات الهانم حامل الهانم في منتصف شهور الحمل والراجل بيبص يلاقي محادثات من هذا النوع فبتقع هنا الكرسى وبيستدعي أبوها وبيستدعي أمها وبيعمل أعدل الهانم اتفضلوا يعني بنتكم المصونة بنتكم المحترمة تربيتكم شوفوا إيه اللي بيحصل ما بينها وما بين زميلها والله أعلم اللي يفبطناها ده من مين إزاي تقول كده إزاي تشكك فيها والله ده كان مجرد دردشات هو الموضوع لا يتخطى شوية دردشات على الانترنت لا طيب ما انت قاعدة مع الراجل طول النهار في الشغل وبعد الشغل يعني إيه اللي ممكن يحصل وانتوا مع بعض إذا كان اللي بينكم عن طريق التطبيقات دي وعن طريق الموبايل ما هو الجواب باين من عنوانه وده بيدلل على إيه ما أكيد بيدلل على شيء طبعا الأب والأم قاعدوا أرجوك متفتحناش البنت كذا والبنت نهارت والأب طبعا دموع الأب أرجوك ما تفضحنيش أقول إيه للناس وش هيكون إزاي منها لله البنت وهي تقول والله ده كان مجرد كلمتين أنا أسفة وأبوس رجلك ما تفضحنيش وكذا كذا كذا الراجل لأنه كانت شخصيته في الحقيقة شخصية جد جدا ومتزن إلى حد كبير الراجل سامح الست علشان خاطر أبوها وعلشان خاطر أمها وقال لها أنا هسدائك المرة دي ولكن هتعيش معايا من هنا ورايح تحت عيني الموضوع ماشي فترة ولكن من بعد الوقع دي الراجل مرجعش مرة تانية الزوج اللطيف الوسيم الجاد جدا الهادي بدأ بعد ما كان بيستشرها في بعض الأمور بعد ما كان ساعات يفتح معاها موضيع تخص شغله بدأ يقفل عليها تماما ويتعامل معاها على أن دي ستة موجودة في البيت علشان تطبخ وتغسل وتكنس وتبقى زوجة في لحظة معينة واللحظة المعينة دي بدأت تقل جدا غير أنه بدأ يبقى فيه جارة لي وزميلة في الشغل وبتشتغل في نفس المجال بتاعه بدأ تلاحظ أنها بدأ يتكلم معاها كتير بدأ يدردش معاها كتير في العالم ما عندوش أي مشكلة يتصل بيها أي وقت طب إيه رأيك في الأمور الفلانية الفلانية طب لو عملنا الشغل بالشكل الفلاني هي كانت بتتصل بيه في أي وقت حتى لو بالليل وتقول له والله فيه فكرة كذا 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 الموضوع بدأ يتطور من فكرة إنها بتتكلم معاه في الشغل إنها تاخد رأيه في بعض الخصوصيات في بيتها إنها تسأله على بعض الخصوصيات إن هو يستشير الست الزميلة دي والصديقة دي حتى في لبسه ممكن تيلبس إيه النهاردة في المناسبة دي ممكن يلبس إيه إيه رأيك حابب أجدد ستايلي وشكلي ممكن أعمل إيه والزوجة موجودة وسمعة ده كله وغير مسموح ليها إنها تدخل لغاية ما قالت إن أنا بدأت أشك إن فيه علاقة متكملة ما بين زوجي وما بين الست دي ولكن أنا مش قادرة حتى أعترض وحسة إن الراجل ده بينتقن مني بهذا الشكل وممكن يكون يعني من ورايا يمارس أفعال ممكن يعني تهني أنا كزوجة ما فيش شك إن أنت من البداية غلطتي وكانت غلطتك كبيرة جدا ما فيش حد فينا زي ما قلت في بداية الحلقة بيجيب شخص آخر ويفصلوا بكل تفاصيله وبكل الحاجات الدقيقة فيه على دماغنا إحنا ولكن الآخر له بصمته النفسية وله بصمته الشخصية علينا إن إحنا نحاول إننا نصل إلى أكبر قدر من الأشياء اللي ممكن تعجبنا وتشبع جوانا رغبتنا وفي إنه فيه في حياتنا شخص إحنا بنحبه بكل تفاصيله الأشياء السلبية اللي ممكن تكون مش على هوانا نتجنبها لو ما قدرناش نعدلها الأشياء الإيجابية نكبرها ونحطها دايما قدام عينينا ونقول إذا كان ده متقيل شوية ولكنه كريم إذا كان هو يعني جاد شوية في حياته ولكن أوقات ابتسامته بتغني عليك إن أنت تستعيدي ثقة جوزك فيك مرة تانية وأنا متأكد تماما إن أنت مش قادرة توجهيه مرة تانية وتتقربيله وإذا كنت بتحاولي تعملي ده فبتحاولي على استحياء وإنت مكسوفة ومترددة لإن حاسة أن أنت مزنبة ولكن عليك أن تكوني جديئة شوية وعليك أنك تثبيتي لجوزك ده بكل الطرق المتاحة لديك كامرأة أن أنت جديرة بالثقة وأن المرحلة دي كانت مجرد مطب عابر كده في طريق مشوار الحياة كوني أنت الصديقة دي وكوني أنت الرفيقة وكوني الحبيبة وكوني الزوجة والأم والصحبة والأخت والبنت هكذا تكون المرأة في حياة الرجل أو هكذا يتمنى المرأة في حياته بشكل عام وأتمنى لك التوفيق وأتمنى لكل المتابعات حياة هادئة مستقرة سعيدة وأشوفكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة